فبالتالي الوزارة بتقول انه فيه لازم تستخدموا المبيدات الامنة عشان تحاولوا تحموا نفسكم من الاصابة بأي امراض معدية في البيوت في المنازل الشبابيك لو تقدروا تركبوا السلك الضيق جدا نسيجه عشان لا يسمح بمرور النموس والبعوض ده يبقى مهم استخدام المبيدات الحشرية الامنة ارتداء ملابس طويلة الاتمام عشان ما تدوش فرصة للنموس انه يعني يقرص حضراتكم بعد الشر في بعض برضو المستحضرات او الاجهزة الطاردة للنموس يمكن استخدامها فدي النصائح اللي الكلمة عليها الهائة العامة للأرصاد الجوية بيقابل ده برضو من الموضوعات اللي الناس مهتمة بيها جدا هوا موضوع الكهرباء وانقطع الكهرباء وخصوصا بعد الاجتماع الاخير ما بين وزير الكهرباء ووزير البترول هل هناك جديد في هذا الامر ولا لا الدكتور ايمان حمزة المتحدث الرسمي باسم نظارة الكهرباء والطاقة المتجددة اشار انه مدة تخفيف الاحمال خلال الايام الحالية كده والفترة اللي جاية لن تتعدى ساعة واحدة وده وفقا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع شركات توزيع الكهرباء التسعى على مستوى الجمهورية حضرتها كنت بتسمعي دلوقتي تقول الله طب ما احنا عندنا مثلا بطاقة اكتر من ساعة فهنا كان فيه مناشدة من وزارة الكهرباء ان حضراتكم تبلغوا عن طريق الخط الساخن 121 او عن طريق تطبيق طوارق الكهرباء لانه المفترض انه لا تزيد المدة عن ساعة لو زادت ارجوكم بلغوا ده رقم واحد ده رقم اتنين طيب وما بعد يعني امتى بقى هذا الامر يتوقف كان فيه اشارة من وزارة الكهرباء ان فيه تحسن نسبي في امدادات الوقود لمحطات الكهرباء وده العامل الرئيسي اللي تسبب فيه تخفيف الاحمال عشان عودة الغاز مرة تانية عودة المستوى المطلوبة لكن بالنسبة لمتى ينتهي سيناريو تخفيف الاحمال الوزارة كان فيه كلام على انه الموضوع ممكن يفضل مستمر من هنا لحد نهاية الاسبوع لحد منتصف اغسطس ده كان فيه تصريحات في هذا الاطار لكن فيه تصريحات اخرى كانت على لسان المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور ايمان حمزة اللي قال انه ازمة انقطاع الكهرباء في مصر هيتم حلها خلال يومين ما بين هذه التصريحات وهذه التصريحات حاولنا نتحقق من ايهما هو الصحيح ما وصلناهش والسادة للمسؤولين في وزارة الكهرباء في حالة كهرباء على ما يبدو فنتمنى انها تبقى خلال يومين ولو مش خلال يومين مع الكلام على انه فيه تحسن نسبي فيه ضغط الغاز نتمنى يا رب في القريب العاجل مشكلة انقطاع الطهار الكهربائي تنتهي وتتوقف خطة تخفيف الاحمال لكن فيه جزء مهم انه لازم نخب بالنا منه الوزارة كانت قالت فيه موعيد معينة بيتمي فيها فصل الكهرباء فنخب بالنا عشان المصاعد وما الى ذلك فنخب بالنا من هذا الامر ولكن بيقابل ده انه ماذا لو لا قدر الله حضرتك او حضرتك لوقتي الاكريبيين الاسنسير وتعطل وتعطل ايه اللي ممكن انتصرف ازاي المواقع الكبيرة للشركات الكبرى في العالم المتخصصة في المصاعد الكهربائية قالين مجموعة من النصائح منها اول نصيحة انه اه هو فيه انفو جراف يا جماعة معنا بالنصائح معنا طيب بدل ما اقولها لحضراتكم بقى تعالوا انتابعها في هذا التقليل المعلوماتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة